أكثر من عشر سنوات من الإجرام مارستها ميليشيا حزب الله في العراق منذ تأسيسها بإشراف إيراني مباشر لتكون أقوى أدواتها وأشدها دموية لرسم المشروع الإيراني التوسعي يرد اسم هذه الميليشيا كلما ذكر واستذكر سجل مأساة العراقيين في الأنبار ونينو وصلاح الدين وديالة والتأميم قتلا وتعذيبا واعتقالا وتهجيرا ولهذه الميليشيا أيضا الصدارة في القمع الوحشي لثورة تشرين ثقل ميليشيا حزب الله يتركز في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق ولها وجود مكثف في منطقتين القائمة العراقية والبوكمال السورية التي تتخذها مركزا لاعتقال وتعذيب السوريين كما استوطن مقاتلوها وعائلاتهم بيوت الكثير منهم والذين هجرتهم عنها وأجبرتهم على ترك مناطقهم بحجة معارضة نظام الأسد ويبدو أن تمركزها في تلك المنطقة جاء بخطة إيرانية للتحكم بالمعبر الحيوي بين سوريا والعراق ووضع نقاط استراتيجية لربط البلدين بالمشروع الإيراني الممتد حتى بيروت على بعد عشرات الكيلومترات من تمركز ميليشيا حزب الله تتمركز القواعد الأمريكية سواء في العراق أو سوريا ومع تصاعد صراع النفوذ الإيراني الأمريكي برز اسم ميليشيا حزب الله بقوة على لائحة الاستهداف الأمريكي فكان لها النصيب الأكبر من الضربات الجوية التي أوقعت عشرات القتلى والجرحة كان آخرها ضربات ليلة الأحد التي قتل فيها القيادي في الميليشيا أبو علي الخزعلي ورغم الضربات الأمريكية المستمرة لفصائل ميليشيا الحشد إلا أنها لم تحقق حتى الآن تغييرا استراتيجيا في خارطة النفوذ الإيراني وما زالت تلك الميليشيات تتصدر المشهد العراقي وتهيمن على مفاصل الدولة ما يعني أن الصراع الأمريكي المفترض مع إيران إما أنه طويل الأمد على حساب استنزاف دول المنطقة وبدم أبنائها أو أنه ارتباك في الخطط الأمريكية وتخبط في المواقف يدفع ثمنه أيضا أبناء المنطقة المكتوونة بنار هذه الصراعات ترجمة نانسي قنقر